اليوم سنعمل المرتديلة المدخنة بدون زيوت بدون جلد بدون ملح السوديون بدون زيوت النخيل هي صحية مناسبة للكيتو دايت والمرضى السكري مرحبا بكم ارجعنا لكم مصفة جديدة اتمنى الاشتراك بالقناة شكرا كتير للكم يلا على الوصف فلاق الدجاج 500 جرام نصف كيلو بيض عدد ثلاثة تقريبا حجم وسط خمس معالق زيت زيتون معلق الطعام خمسة لون طعام هو اختياره احمر هذا لون من البنجر فلفل اسود نصف معلقة صغيرة خل اي نوع او عصير ليمون اثنين معلق الطعام ملح معلقة صغيرة او حسب الرغبة كزبرة معلقة طعام نطحن المكونات مع بعض لازم نخليها تنعم تكون نعمة دائما انتو ما بتسألوا نفسكم ليش على سبيل المثال كيلو اللحم بعشرة على سبيل المثال والمرتدالة احنا منشتريها الكيلو بتلاتة احنا منشتري المرتدالة بثلاتة بضيفه جليد وبضيفه ممكن مرات انا بلاقي فيها ريش الدجاج مرات بلاقي فيها يعني ما بداحكي كتير بالموضوع هذا لانه انتو بتعرفوا اكتر مني الموضوع هذا منوضع نايلون صحي ومنوسكوب كمية حسب الرغبة السموك القالب وبنلفه ونوضع ورق الالمنيوم وانتو عارفين بيستخدموا جلد الدجاج بيستخدموا زيوت النخيل هي مؤزية بيستخدموا ملح السوديوم عشان يفتح الشهية بيستخدموا نشويات فهي كتير كتير مؤزية لائلنا ولأولادنا ولعائلتنا فانا دايما بنصح انو تعمله في البيت حتى لو كانت تكلفتها اغلى بالخص الامر مثل هيك المجهولة نشتريها فاحنا عملناها طبيعية مية بالمية وبنلفها الورق الالمنيوم يعني على الطبقة يعني بنوضحها بنوضع المرتدلة بالوعاء بننتظر ستين دقيقة على حرارة متوسطة بعد تلاتين دقيقة بنفتح الوعاء وبنقلب على الوجه الثاني بنقلبهم وهيك بعد ستين دقيقة واذا انتم شكين انو هي مستوية او لا بتوضعوا الخلة او عود الاسنان بتوضعوا فيها وتتأكدوا انو هي مستوية متل الكيكة متل ما تتعاملوا مع الكيكة هيك اصبحت جاهزة نتركها تبرد وندخلها بالتلاجة او بالبرد لتاني يوم هيك تاني يوم سوف أريدكم كيف احنا ممكن نعملها مدخنها كيف ندخنها وهي طريقة سهلة كتير نفتحها ونقصها بالامقاس او اي شي هيكفي انو انتم عاملينها بالبيت والصحية وهي مليئة بالبروتين تقريبا كل مئة جرام فيهم 25 جرام بروتين نضع فحمة على الغاز او على الطباخ ونضعها بقلب الوعاء طبعا انا كنت حاضط كوب في الوعاء او صحين ممكن تحطه فخار نضع الفحمة بالكوب وبنضع حيالا نوع زيت موجود عنه او دهون نغلق الوعاء ودربالكوا الصفارة عندي صفارات تبع الانزار تبع المطافة دربالكوا ابعدوها عن الانزار عن جهاز الانزار نغلق الوعاء ومننتظر لمدة ساعة وهيك بعد ساعة دايما يعني لا تتوقعوا يكون الطعم متل طعم الفسوق اكيد الفسوق هتكون اطيب طعمها لانه استخدموا دهون وزيوت النخيل وجلد الدجاج والطعام لما يزيد فيه الدهون بيكون اطيب طعمه ولكن هو بكون سيء لانه سيء لأولادنا منشان هيك تنتشر الامراض السكري والضغط بنتشر عنا كتير من من الاكل غير صحي فانتم اذا مش متعودين على النظام الصحي لا تعملوها هذه لكن متعودة على الاكل الصحي حينبسط عليها كتير بلخص الرياضيين والناس اللي تحافظ على صحتها صحة وعافية وفي امان الله تذرونا بوصة جديدة اتمنى الاشتراك بالقناة شكرا كتير للكم اذا اعجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة